هذه ليست رحلة أصدقاء نحو شاطئ البحر بل هؤلاء رفاق متطوعون لتنظيف شاطئ غزة من القمامة ومخلفات المصطفين نحن عملنا هذه المبادرة من أجل توعيتهم أنهم يساعدوا العمال ومن أجل نشر الوعي لدى المصطفين بهمية المحافظة على الشاطئ وعشان يكون لدينا شاطئ نظيف يدرك هؤلاء الشبان أن بحر غزة هو المتنفس الوحيد لهم ولعائلاتهم لذلك يعملون على تعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة البحرية ورفع مستوى الوعي لمرتادي الشواطئ بضرورة الحفاظ على نظافتها بشكل يوفر بيئة صحية مستدامة هدفنا أن ننزل على شط الكورنيش ونوعي الناس أن يحافظوا على الشاطئ من أي مخلفات أن يحافظوا على نظافة الشاطئ ونوزع عليهم طبعا ميا وأنهم يساعدوا يكونوا معاونين ومساعدين لصناع الجمال في تنظيف الشاطئ أحد أهم أهداف هذه الحملة التطوعية هو مساعدة العشرات من عمال بلدية غزة الذين يعملون لساعات طويلة وإلقاء الضوء على صعوبة عملهم على طول ساحل قطاع غزة من شماله حتى جنوبه في ظل غياب ثقافة الاهتمام بنظافة الشاطئ من قبل عدد كبير من المصطفين نحن نعزز أي مشاركة مجتمعية تحقيق خدمة هذا البلد وتعزيز دور عمال النظافة أو صناع الجمال كما نسميهم وتعزيز وجود الشباب والشابات الفلسطينيين في الميدان وشعورهم بأهمية أن يقوموا بخدمة وطنهم والمحافظة عليه تتزامن هذه الحملة مع إعلان بلدية غزة قدرتها على التحكم بمياه الصرف الصحية وعدم ضخها للبحر بشكل نهائي لأول مرة بعد تلوثه لعدة سنوات بسبب ذلك نيفين سليم الغد غزة فلسطين